المطلوب الآن من المنظمات مبادرة وطنية وبالسرعة القصوى اليوم الفرص الضائعة في تونس ما عاش نجمو نعدوها ولا نحصيوها ولكن زادا ما يلزمش توى نسلمو ونخليو فرصة الاستفتاء والانتخابات والاصلاح لكل هالضياء ويرجع المجتمع السياسي والمدني يتقادف الشتم والسب بين بعض والبعض فما اجماع اليوم تقريبا خليني نقول تقريبا ما بين الاطراف المدنية والاحزاب اللي دعمت 25 جوليا عندهم قناعة قلت انه الوقت ماهوش بش يرحمنا ولكن عندهم قناعة اللي الوقت ماهوش بش يرحمنا فعلا فما برشها ووقت ضايع والحكاية مرهونة في انطلاق الحوار يا هل ترى انطلق ولا ما انطلقش اليوم الحوار ولا معضلة ولا كأني طلاسم لا يستطيع احد ان يفك طلاسمها الحوار اللي فيه الاختلاف انعم ما فهماش خوف من الاختلاف راه لانه ما فهماش حوار وتحاور يكون على قلب شخص واحد يعني اذا الناس الكل متفاهمين علش الحوار وعلش نتقاول المطلوب الان وليس غدا مبادرة وطنية تحلح للأوضاع وتبدد الرتابة والتردد والمبادرة هذه المطلوبة من المنظمات الوطنية الكبرى انعم المنظمات الوطنية الكبرى اللي عندها باع في تأسيس وانقاذ الدولة عبر التاريخ الحديث اليوم ما فيها بس كيف تجتمعها المنظمات هذه المنظمات الكبرى واللي نعنيها احنا هي الاتحاد العام التوسي للشغل اتحاد الصناعة والتجارة اه اتحاد المرأة اتحاد الوطني للمرأة وكذلك اه الحقوق الانسان والمحامين وكذلك المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لانه هذهم عندهم العين على القانون وعلى المجتمع وعلى كله واللي هي مجموعات ضغط تعدل السياسات وترفع الشار الحمراء كيف الحكم يفقد البوصلة اليوم فما برشة ترهلوا برشة تضييع الوقت احنا اللي نشوفوا فيه على الاقل وما فيها بس اذا كان يجمعوا خبراء هالمنظمات هذه خبراء من كامل الاختصاصات لان تونس اليوم عليلة ومريضة وتريد كثير من الاختصاصات الاختصاصات المتنوعة مش حاجتها بالقانون فقط وما فيها بس اذا تنديوا للكفاءات العلمية البحثية في الجامعة التونسية هبتوا الجامعة للتنان كما نقولوا هبتوها للميدان وهبتوها باش نجموا نعرفوا وناخذوا من الكفاءات هذه ما يمكن ان يحل مشاكلنا في القانون عندنا من افضل الخبراء دوليين وفي علم الاقتصاد السياسي الجامعة تزخر بكفاءات تعتمد عليها برشة بلدان اخرى ومنظمات عالمية التجؤونهم وشوفوا كيفاش يحلوننا المشاكل خبراء في علم الاجتماع عندنا الكثير والكثير وانطلاقا من ابحاثهم الميدانية ونعرفوا هم قديش ملتسقين بالميدان يعرفوا اتجاهات المجتمع التونسي وتجعل السياسي والحزبي يوصل المسالك المجتمع يوصل المعلومة وياخذ المعلومة ايضا خاصة انه مجتمع بطبيعته معقد وما يوصلوش بسهولة تونس اليوم بحاجة الى خبراء في جميع الميدان ومنها التكنولوجيا الحديثة اللي احنا قاعدين نصدره في الكفاءات الى الخارج هالمبادرة هذه يمكن ان تضيء طريق المراسيم الرئاسية اللي فيها الوقت الاستثنائي يلزمها تكون متبصرة ويزمها تكون بنت البيئة متاحة وبنت الشعب التونسي اليوم عندنا تعديل المجتمع ضروري تعديل القانون ضروري تعديل السلطة ضروري تعديل التربية ضروري باش ما نقولش اصلاحات لاني كلمة كبيرة ولكن الاصلاح الكبير يلزموا يكون على مستوى الاقتصادي اليوم منوال التنمية ولا حد تكلم عليه ولا حد قال يوليد يراهم منوال التنمية هذا اللي بشي يخلينا ديمة تحت رحمة البنك العالمي صندوق النقد الدولي والهائيات هذية اليوم الوفود ماشية جاية على تونس ولا مش يجيوا بشي على الموفقت ولا بشي سأل ولا حاجة لا لا يجيوا يقترحوا ويقول لك حط هذا في بلاست هذا عبارة يحكموا معنا السيادة الوطنية اليوم تفرق دمها ما بين السفارات وما بين البعثات وما بين الولايات اكثر حاجة تزيد في اختلاط الحابل بالنابل هو هالصمت المريب اللي نشوفه فيه من السلطة الحالية ولكن احنا نقولوا راهو اذا كان معناها تتواصل هال المستوى هذا معناها من الصمت وكذلك عدم وجود حوار حقيقي بمقترحات حقيقية وكيف سيبدأ الحوار الى اين يهدف وسينتهي فانه راهو تونس النجمة نقولوا اللي هي بشي تزيد تمرض اكثر ووقتها معاش النجمة نلقاهو لا يطبيب السقلي ولا قاضي فاس بشي نجمة يحللنا مشاكلنا اشتركوا في القناة